إذن الولي الفقيفي طهران كان قد صفق ورحب وهلل وكبر لهذا الربيع العربي لكن عندما ورث الابن أبيه في الجمهورية وقام الشعب السوري ينتفذ على الطغيان قامت القيامة ولم تقعد وذبح من الشعب السوري أكثر من نصف مليون وهجر الملايين وشرد الملايين ثم يقال أن أوروبا هي التي تمول وتفعل أوروبا نعم تمول الاستبداد نعم أوروبا من قبل ومن بعد ما زالت تمول الطغيان وأسأل السيسي أين استقبل ببساط أحمر وأسأل أين يوجد مرسي اليوم أول رئيس مدني في 60 سنة من عسكر مصر بعد سنة واحدة يعتقل ويسجن رئيس مصري وتلغى الانتخابات وتلغى الشرعية وتفتح مطارات وتفتح عواصم الغرب والشرق للجنرال السيسي ويفرش له البساط الأحمر للأسف الغرب كما روسيا كما الصين لا يريدون لهذه المنطقة أن تتحرر ويستعملون الطغاة وعمل الطغاة وذيال الطغاة لينذروا لهذا وليدفعوا في هذا الاتجاه بطبيعة الحال هنا قوة يمينية متطرفة وقوة يمينية عموا في أوروبا لا تريد للآخرينيات الأوروبا تريد أن وقد وضعت الجدر والأسوار وغلقت الأبواب من كل مكان لكي لا يصل الذين نهبت أموالهم واخترقت بلدانهم وحطمت أوطانهم ووضع على رأسها الاستبداد من أقصاه إلى أقصاه هؤلاء لا يراد لهم أن يأتوا لكن هؤلاء مساكين هؤلاء مشردين هؤلاء مستضعفين وكنت أتمنى على الضيف وهو يتبنى الفكر الاستضعاف وخطابات الاستضعاف أن يتحدث على هؤلاء المستضعفين تحدث وقال أن هؤلاء وأن كلينتون لو أن الغرب لم يمنع السلاح على ثوار سوريا لكان بشار الأسد قد حدث له أكثر من ما حدث للقذاف لو أن الغرب لا يتحالف سرا وعلنا مع قوة طغيان في هذه الأوطان لكانت قد رحلت لو أن الغرب لم يدعم السيسي ولم يفتح له كل شيء لكانت مصر اليوم في أيدي أمينة وليس متجهة إلى فوضى عارمة لو كان الغرب لم يدعم جنيات الجزائر لكانت الجزائر اليوم تنعم بأمن وسلام وليس تتجه ربما إلى فوضى عارمة لو كان ولو كان ولو كان وقصة طويلة من لو كان لكن الغرب ثم تنظم لهم روسيا اليوم ودعني أتحدث على روسيا التي تقوم بذبح شعب سوريا بسوخوي وبالميك وبكل الطرق زعما من أنها تقاتل الإرهاب لكن من أين جاء هذا الإرهاب؟ هل كانت داعش تتواجد في سوريا قبل أن يقوم بشار بقتل السوريين ولمدة تقريبا سنة أو سنة ونصف؟ هل كانت الجماعات المسلحة الأخرى تتواجد؟ هل كانت الجماعات في مصر تتواجد؟ لم تكن تتواجد جاءت كرد فعل نحن ندين عنفة تفقد كي لا نبتعد عن الموضوع نتحدث عن التطورات الأخيرة والهجمات التي شهدتها بروكسل لكن هذه أنت تحدثنا على جزئية قصيرة جدا نعم هذه الجزئية مهمة نجب أن ننظر إلى القضية ككل وإلا فإن الإعلام سيخرب العقول هناك كثير من الإعلام الذي يتحدث على قضايا جزئية ويترك القليات هناك شعوب كاملة ملايين العراقيين قتلوا في العراق منذ الغزو الأمريكي البريطاني والغربي ملايين يقتلون اليوم في أماكن أخرى في أفغانستان في سوريا في الروهينغا في اليمن في كل مكان تحدث على البحرين السيد الفاضل نعم شعب البحرين من حقه أن أيضا يسقط الاستبداد ولكن هل نتحدث على 500 في البحرين وننسى 30 مليون في العراق 30 مليون الذي تحكمهم الدبابات التي جاءت من طهران وجاءت ودعمتها أمريكا هل نتحدث على البحرين وننسى ثوريا أو 30 مليون الذين يذبحون اليوم شر ذبحة هل نتحدث على هؤلищ وullen نتحدث على هؤلاء لماذا نميز بين الضحايا لماذا نميز بين القاتل لماذا نميز بين القتل أبشع الناس هم الذين يحرضون على إخوانهم وعلى المسلمين في الغرب عندما يقول مسجد بريكسل أنا أعرف هذا المسجد وهذا المسجد معتدل جدا في خطابه والمساجد في أوروبا كلها والمنظمات الإسلامية في أوروبا كلها بلا استثناء وأنا أقول بلا استثناء تدين كل مرة العنف الذي يرتكب باسم الإسلام أو ينسب إليهم المسلمين إذن دعوكم من التحريض على إخوانكم ومن التحريض على المسلمين في أوروبا فهم أربعين مليون تقريبا أو في الغرب فدعوكم من هذا التحريض لأنه لن يأتي إلا بيمين متطرف سيذهب أكثر وأكثر ولا تنسوا وأنكم أنتم الذين تدعون الدفاع على المستضعفين في البحرين أن الأربعين مليون أيضا موجودين في أوروبا بالنسبة للذي ظل يكرر لندن ومقيم في لندن أذكره أن الخميني كان يقوم في فرنسا مثلا نعم لا لكي لا نبتعد عن الموضوع أنا سألت عن الخطر سيد العرب زيتون سيد العرب زيتون سيد سالم سأعود لك سيد سالم سأعود لك سيد سالم من فضلك لحد هاللحظة لم تأسف على الذين قتلوا من فضلك سأعود إليك سيد سالم سوف أعود إليك سيد زيتون سألت عن الخطر الذي يشكله المقيمون من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية من الأجيال الثالثة والرابعة هل هناك فعلا خطر حقيقي منهم هل تعلم أنه ممنوع على المسلمين أن يذبحوا آشات العيد في بلجيكا هل تعلم ذلك هل تعلم أن هناك تضييق رهيب على المسلمين في فرنسا إلى حدود لا يمكن تصورها وأن هناك الملايين من المسلمين يعيشون في حالة تضييق هل تعلم أن هناك كثير من النساء نزعنا حجابهم حتى لا يقتلنا في الطرقات هل تعلم أن هناك أكثر من امرأة فقدت جنينها أو قتلت هل تعلم أن هناك امرأة محجبة مسلمة بحملها في السابع قد قتلت في محكمة ألمانية قتلها ألماني قبل أربعة سنوات مصرية هل تعلم هذا هل تعلم أن اليمين المتطرف والآن يدفع في اتجاه سياسات عدوانية حقيقية ضد كل ما هو هل تعلم أن الإسلاموفوبية تنتشر بشكل رهيب هل تعلم هذا والفضل في ذلك لكبار المستبدين العرب ومن يدعمهم في طهران وغير طهران وفي موسكو وفي غيرها هذا الفضل لهم عندما يهرب السوريين هل كان السوريين يوما ما يخرجون ربما أكثر من بضعة آلاف السنة من وطنهم بينما اليوم هم مشردين بالملايين هل كنت تسمع على العراقيين أصلا في أوروبا قبل هذا الدمار هل كنت تسمع على المصريين إلا قليلا هل كنت تسمع ربما معدى اللبنانيين الذين كانوا يملؤون العالم ويتوزعون على العالم فإن العرب الآخرين لم يكونوا يذهبون إلى أما صراع الوهابية وما يسميه بالوهابية مع الخمينية وغيرها فهذا لا يعنيني لأنه صراع طغاة وبغاة طب وهذا أيضا ترجمة نانسي قنقر